للمزيد من المتابعة بالتحليل ينضم إلينا من بيروت هشام جابر الخبير العسكري أهلا بك سيدة هشام إذن غارة أمريكية على مقاتلي تنظيم الدولة يعلن الرئيس الأمريكي بأنها لن تكون الأخيرة على الأقل في المدى المنظور هل هذه الغارة والغارات المحتملة المقبلة قادرة على احتواء ولجم التنظيم من استهداف مطار كابل مرة أخرى خاصة أيضا بأن الرئيس قال احتمال استهداف خلال 24 ل 36 ساعة سيدتي لا هذه الغارة ولا الغارات التي ستأدد ببعضها ستوقف تنظيم الدولة فرح خرسان من القيام بأعمال إرهابية هذا التنظيم مضى عليه أتر من خمس ست سنوات في أفغانستان وكان نائما ولم يتجرى ولم يظهر ولم يضرب أي مصلحة أمريكية ماذا جرى استيقظ في الأيام الأخيرة وقام بعمليته على العسكرية الانتحارية في مطار كابول هذا سؤال يطرح ثانيا الضربة العسكرية الأمريكية دليل على نعم ما جوابها لا أعرف أنا أعرف أن هذا التنظيم يعادي طالبان وأن الأمريكيون حتمًا متضررون بشكل بشري الأمريكيون يجمعون حوائجهم وبعد أسبوع أو أكثر لم يبقى أي علاقة لأمريكا في أفغانستان أنا أعتقد أن المستهدف هو طالبان يعني متضرر الثاني والأساسي هو طالبان واستغربت أنا كيف أن جنرال مكينزي سيحبر طالبان إلا أنه أعتبرها مسؤولة لنعود إلى الضربة هذه الضربة دليل على معرفة والمخابرات الأمريكية بدقة بأمكنت هؤلاء القادة الثاني الذين ضربتهم بالإضافة إلى ضربتهم بدقة بالإضافة إلى كما سمعنا طائرات مسيرة ضربت أهداف أخرى فكيف أمريكا يعني طوال هذه الأشهر المطي مضت لم يكن لديها استخبارات تحدد على أن طالبان سيصل إلى كابول بهذه السرعة بينما نحن وكثير من المراقبين قلنا ذلك في أول تموز الماضي يعني هي أسئلة كبرى مخابرات أمريكية دقيقة نعم أسئلة كبرى من أربعة أيام إلى ثلاث أيام سئلت أن ضربة مخابرات الأمريكية والفرنسية والبريطانية قالت أن عملية انتحارية ستجري أو عمليتين في مطار قبول وحصل ذلك بعد ساعات فعليتها المعلومات دقيقة وهلأ الرئيس الأمريكي عندما قال أنه لديه معلومات أصدق ذلك لأن تنظيم الدولة فرح كورنسان لم يكتفي بهذه العملية الانتحارية التي حصلت أولا ثانيا سيدتي أنا سمعت أنه ضربة استباقية لا 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 هذه الضربة لتنظيم الدولة هي انتقامية وليست استباقية هل يتابع الأمريكيون ضرب تنظيم الدولة فرح كورنسان بعد ذلك على المدى القريب نعم إنما بعد الانسحاب الأمريكي هناك شأن آخر أنا أعتقد أن أمريكا ليست لها مصلحة بضرب هذا التنظيم الذي سينشغل بعرقلة الحكم لدى طالبان والمشكلة ستكون حرب بين طالبان وبين تنظيم الدولة طيب طرحت عدد تساؤلات سيد هشام طرحت عدد تساؤلات ومنها السؤال الكبير الذي يطرحه الجميع عن أن كيف الولايات المتحدة لم تعرف بكل استخباراتها بأن طالبان ستسيطر بهذه السرعة على أفغانستان ولكن فكرة استهداف تنظيم الدولة الآن لمطار كابل وتوقع بعمليات مقبلة هل الولايات المتحدة هنا تعول كانت على طالبان وبالتالي لذلك لم تقوم بعمليات استباقية كما كان متوقع أن يحدث عمليات استباقية ضد ما يعني الولايات المتحدة أخبرتنا من أربعة من ثلاثة أيام أن هناك معلومات أن تنظيم الدولة فرح خرسان الذي كان نائما ونسمع به أحد منذ خمس سنوات عندما اتشق من طالبان باكستان واشتغل في أفغانستان طيب أعلمتنا بأن هناك أنه سيقوم بعملية إرهابية انتحارية ربما في المطار طيب لماذا لم تستبق سيد هشام لماذا لم تستبق قيام هذه العملية بعمليات قبلها ضد تنظيم الدولة هل هي كانت تعتمد ربما على طالبان بأن تتكفل بهذا الأمر ونحن تابعنا في الفترة الماضية كأن الرئيس الأمريكي يثق جدا بطالبان وقدرتها على ضبط الأمن هلأ هو مجبر أخاك لبطن يعني الرئيس الأمريكي يعني هو اللي قال فجئت ووقعنا وأخطأنا وسيطرة الطالبان وإلى آخره لا يثق بطالبان إنما تنظيم الدولة في أفغانستان لم يكن ظاهرا كان نائما ويقدره الأمريكيون عنه حسب معلومات مركزنا للدراسات يقدره بألفين أو ألفين وخمسمائة عنصر منتشرون في شرق البلاد لم يكن بنشاط لم يضربه الأمريكيون قبل ذلك لم يكن بأي عملية خلال خمس سنوات من 2015 عندما أنشئ بأي عملية ضد الأمريكيين فلم يحصل أي صدام بين الطرفين هو معروف بعدائه الشديد لطالبان طالبان لم تهتم به اهتمت بالسيطرة على أفغانستان ونجحت وكما حصل وقدرنا في أمة والتموز أنا في مقابلة على البيب سي قلت ستصل طالبان إلى ضواحي إلى محيط كابول في منتصف آب ولن تدخلها بمعركة بل إذا أعننت مدينة مفتوحة وهكذا حصل كيف فوجئ الأمريكيون كيف تركوا عتادا بمئات المليارات يا سيدتي أمريكا تعرف أنها بدأت تنسحب وأمريكا أعلن رئيس الأمريكي أنه سينسحب منذ ثلاثة أشهر وحدد وحدد 31 أب فكيف خلال 90 يوم أو 80 يوم تقريبا لم يقم بما يسمى بإكسد استراتيجي علمونا ياهب أمريكا استراتيجية الانسحاب فيما تتعلق اللوجستية والخسائر أقل خسائر ممكنة يعني الذي حصل يثير أكثر من علامة السفاق ويصل إلينا فيديويات عن الكميات الهائلة من السلاح التي استولى عليها طالبان هلأ الموضوع باختصار عندما تغادر أمريكا المطار ربما بعد أسبوع أو أقل أو أكثر ولن تغادر المطار إلا بعد أن ينسح بالجميع أسبوع عشرة أيام وطالبان سمحت بذلك لا يعود هناك أي علاقة أو مصالح للولايات المتحدة الأمريكية في أفغانستان سيصبح وضم آخر الصراع بين داعش وبين طالبان إنما أمريكا التي خرجت يعني مهزومة من أفغانستان لن تتركها أنا برأيي ولن تعود إلى احتلالها من جديد كما فعلت منذ عشرين عام ربما تستخدم تنظيم الدولة لإزعاج صليبان شكرا جزيلا لك وصلت فكرتك من بيروت هشام جابر الخبير العسكري